اهلا بحضرات نادي السيد المصري واحد من اعرق القلاع الرياضية والاجتماعية في مصر بيشهد في الفترة الاخيرة تطورات كبيرة جدا سواء على المستوى الرياضي او على مستوى الانشاءات والفروع الجديدة والنادي اعلن في الفترة اللي فاتت عن تقصيص كتاة ارض للنادي في التجمع وهيكون عليها احداث فروع النادي عشان كده معنا النهاردة الاستاذ عمر البرتقالي عضو مجلس ادارة نادي السيد والقائم باعمال المدير القائم باعمال امين صندوق النادي اهلا بحضراتك اهلا بيك اهلا بيك صباح الكيش صباح نور يعني في الفترة اللي فاتت شايفين نجاحات كبيرة جدا للنادي سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي او الطفرة الانشائية عشان كده يعني محتاجين نعرف من حضراتك تفاصيل عن فرع النادي الجديد في التجمع في البداية الله يبصح عليك هو في البداية احنا من اول ما تولينا مجلس البرترة واحنا كان عندنا من ضمن الاحداث بتاعتنا ان احنا نتوسع في انشاء الفروع وبالفعل اه كان من المحطة بتاعنا انشاء فروع للنادي في محافظات كتير منهم حتى اه محافظة كورسعيد وبعد المحافظات الاخرة في السعيد ومحافظات القاهرة والعاصمة الادرية وخلافه والحمد الله كان اه كان لجهودنا اه ان احنا حصلنا على اه اه العقد الجديد للفرع الجديد ان شاء الله في منطقة التجمع من هيئة المجتمعات العورانية التفاصيل هو مساحته اه حوالي اه قدشر الفجان وان شاء الله من المخطط ان هو هيقام عليه اه 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 يعني مش كل الرياضات طبعا اللي هي المتواجدة في النادي اللي عشرين رياضة ولكن هيقدر فيه متواجد فيه بعض الرياضات اللي هتفتم المنطقة احناك وان شاء الله نقدر اه نتوسع في اه 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 اقامة الفروع وحق الجديد ورغبة العضاء ازن الله ان شاء الله يعني هنا دلوقتي بنتكلم في اه في القاهرة موجود فيه فرع الرئيسي نادي السيد المصري بالدقي واكتوبر والقطامية وفيه كمان برسعيد وان شاء الله اه هيكون موجود التجمع في الفرع الخامس لو حبينا نتكلم بقى على تطور النادي والفروع الحالية يعني ممكن تدينا نبزة برضو عن الفروع الحالية ووضعها الحالي عامل ازاي؟ والله يبقى عليك قبل ما اتكلم علينا انا لازم نتكلم على دور الدول اه والمشجعة علينا بصفة خاصة ومتمثلة في اه معالي وزير الشيخة برويوضة الدكتور اشري صوفي اللي على طول يعني ما بيتخسرش علينا في اي حاجة وكان اخيرها انه اه قدر المستحاد اه في فرع اللدقي لقامة اه الملاعب وبعض التجمعات في الالعاب الاخرى اه ده على مستوى اه فرع اللدقي عندنا فرع اكتوبر اه الحمد لله اه يعني ماشيين حسب الفتة الموضوع من اول اه في ان شاء الله عندنا فرع اه فرع فرسعيد وفرع القطمية ما بدأناش لسه في القطمية ولكن ان شاء الله بإذن الله بنوعد من الاعضاء بمجرد اه اه يعني السنة الجديدة ان شاء الله سيكون في خطة للحيانة وتطبيق تلف الالعاب في فرع القطمية بإذن الله بإذن الله وكان الفترة اللي فاتت برضو كان فيه كلام عن فائد في الميزانية بعد ما حدرتك توليت منصب القائم بعمال امين السندوق ممكن برضو نتعرف على موضوع الميزانية والفائد اللي حصل في الفترة اللي فاتت؟ بص حالك انا مش عايز انسي بالفضل اللي هي هو ده يعني استكمال من الصندوق والجهود على مجرد درب الكامل ده طبعا مع وضع في الاكبار ان احنا يعني طلبنا من اه اعضاء ديدي الزيد اللي هم هيقفوا معنا حالك عارفت ان عندنا اه تباني وعشرين رياضة بالمختلف الاعمار السنية بنعمل دعم في صفة عامة دعمنا في النشاط الاجتماعي في الجهلات وخلافه فعايز اقول لك ان احنا يعني تولينا كان في الظروف صعبة ان كان عندنا تحديات خارجية وحديات داخلية وحديات الخارجية ان كان سعر الصرف كان بيقصر على السلع وكافة الاجتماعيات اللي بتقدم في النادي لمستوى التدخم ولكن احنا كان لازم يواجبوا اتفاع في المرسبات والحفاظ على المستوى المادي المعقول للموظفين فكان عندنا تحدد جنب جدا فالحمد لله يعني يعني بالتعاون مع كل سواء الاعضاء والدارة التنفيذية وكله دينا ان احنا نعمل خطة ويعني تزنها الحمد لله بصعوبة واول سنة نحقق فيها فائد وان شاء الله السنة اللي جاء هدى فيه فائد اكتر باكتر بيسم الله ان شاء الله نروح بقى للمجال الرياضي عارفين طبعا نابس صد بي زي ما حدراك قلت تمانية وعشرين رياضة ونجاحات في كل الالعاب محتاجين نعرف تفاصيل الموسم ده او الانجازات اللي تمت مؤخرا بالنسبة للنشاط الرياضي والله يا بص حاج بالنسبة للنجاحات بالرياضة احنا نحتاج وقت كتير جدا نحن نتكلم عليها ولكن لو باجاز يعني نحن نقول نحن نحن بطولات كتيرة جدا الحمد للفتر اللي فاتت منها على سبيل المسال وليس الحاضر يعني اه الثلاثة تتراتة وعشرين سانة احنا قدنا الحمد لله بطولة دور العاب اه السباحة الزعام في المسافات الطويلة السباحة التوقعية الحمد لله حصل على المركز الاول والدرع العرب في بطولات الجمهورية عندنا ميديلات زهبية وبرونزية في بطولات الجمهورية لسلاح السيف عندنا نشآت سيد الدقي فادوا الفضية في بطولة الجمهورية الكاراتي عندنا التنس. آآ خدوا الملكز يقولوا في الدولات المحلية. خدنا لدينا العام لبطولة الجمهورية اللي هو البدني. يعني عندنا حاجات كيدة جدا. لو هنتكلم على في عندنا آآ سيف هاني. ده لعب المنتخب المصي. ده آآ خد بطولة افريقيا التامنة آآ تمنتاشر جاز الترامبولين في تونس. عندنا برضو اذهب معتاز بطل السيد. آآ خد الفضلية في بطولة كسر على بسلح السيد. يعني مش عايز اقول كل انه ممكن انسى حاجة وافتكف حاجة بس احنا الحمد لله بتوفير ربنا خدنا آآ مراكز آآ وبطولات متقدمة جدا. ده غير ان احنا نكمل الاندية القليلة جدا اللي احنا بنقدم دايما آآ ابطال متأهلين على مدار التاريخ النادي يعني مش عايز ان ده المجلس ادارة لحنا على مدار التاريخ النادي احنا متميزين في العاب ودائما بنقدمه لآآ دورة اكيد طبعا احنا عندنا آآ خلاص اولمبياد باريس على الابواب محتاجين نعرف من خاطئك اللاعبين من النادي اللي تأهلوا الحد الان. يعني الحمد لله عندنا جانا هاني سيماعيزي متكهلا لأولمبياد آآ باريس عندنا البطل الاولمبي سيف عيسا ده برضو متأهل لأولمبياد باريس. وبردو عايز اكرر واقول دايما ان البطال الولمبيين دايما بيبقى نتيجة آآ تعاون وآآ طبعا يعني الفضل الاول آآ بيجاء رباس الحالي والفضل التاني اللي اللعيبة نفسها موجود جبار عشان يصالوا للمستوى ده ولكن دايما بقول آآ دور الدولة ومسالة في وزارة الشهر ورادة هي دايما بتدي الدعم وآآ بيركزوا على الالعاب الفردية اللي دورة الالعاباتية ودايما بيجاء في متابعة وعمرهم صنعهم اتأثروا علينا. انا يعني احب برضو من خلال لكم ان انا اشفر آآ آآ دورة الشهر سوكي على ده الدعم التواصل والمتابعة المستمر دايما معنا في آآ آآ المختلف العالم. ان شاء الله يعني بن بنبرك لهم ونتمنى ان شاء الله ان هم يرفعوا علم مصري في اولمبياد باريس ونشوف ميديليات سواء من لعيب النادي الصيد او باء البيعسة الولمبياد بنشكر حضرتك السيد عمر البرتقالي عضو مجلس ادارة ندي الصيد والقائم بأعمال أمين الصندوق بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بض убكم حضرتك وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق دايما بال態نا والا لا نجس زل ان شاء الله بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. يا اللي عافية. زل يا اللي عافية. موجه نفسك يا م Wu �etzulu. فيا معنا صبح سيد عمر البرتقالي عضو مجلس إدارة نادي الصيد والقائم بأعمال أمين الصندوق عشان نتكلم عن أو تكلمنا عن حاجات كثيرة جدا أهمها الإنجازات الرياضية واللعبين المتأهلين لأولمبياد باريس وبالتأكيد التفرق الإنشائية في نادي الصيد وأخيرها إن شاء الله فرع نادي الصيد في التجمع الجديد بنشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل إن شاء الله في تغطيات جديدة